اشتركوا في القناة من الزمان على الناس يتفرق لطاعة الله في مسجد من مساجده بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتفكر وغير ذلك طلبا لفضل الله وثوابه حكم الاعتكاف الاعتكاف في بيوت الله تعالى عباده ثانيا عن عائسة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده بعد ذلك ننتقل ما هو معنى العكوف لغة وهو لزوم المكان والبقاء فيه واستلاحا وهو البقاء عند القبور وغيرها تعظيما لها أو طلبا للبركة من أصحابها وحقيقة أمر العاكفين وعلى القبور والأضرحة أنهم قد شبهوا المخلوق بالخالق وشبهوا الأضرحة ببيوت الله وعكفوا عندها كما يعكف الموحدون في بيوت الله ويطلبون من تلك الأضرحة وأربابها ما لا يطلبوا إلا من الله جل وعلا حكم العكوف على القبور والأضرحة هذا العكوف شرك أكبر لأنك اتخذت مع الله إلها آخر وإذا كان العاكف متقربا إلى الله فهناك أدلة أتت في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى فقال مجهد رحمه الله في تفسير اللات كما يلتوا لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وهذا هو ما يفعله العاكفون على الأضرحة والقبور وبهذا ننتهي من موضوع الاعتكاف والحكوف ونكمل ما تبقى لنا بمشيئة الله تعالى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد